هلا نحكي شوي عن الكبسات اللي موجودة على الشاشة من ورا في مجموعة كبسات على كل الكاميرات الكانون بشكل عالمي بدنا نعرف شو معناهم بداية اذا بدك تحول بين viewfinder وال live view اللي هي هاي الشاشة في الكبسة اللي جنب viewfinder بيكون عليها النقطة حمراء بس تكبسة بفتح عندك live view انت حر حسب انت شو حاب اكثر في ناس برتاحوا على live view اكثر على الشاشة اكثر فانت حسب شو تصويرك بتحتاج فبتكبس هاي الكبسة مشان تحول بينهم الكبسة الثانية اللي بدنا نحكي عنها اللي هو معرض الصور اللي هو انا بدأ شوف وين الصور اللي صورتم يليه فمعرض الصور عادة بيكون مستطيل جواته مثلث بس تكبس عليه بيعرضلك الصور الموجودة على الكاميرا فهي الحالة مكتوب no image لان انا مش مصور اي اشي عليها لسه كله محيته فرمته لكن فرضا اذا كان موجود صورة خلينا اخذ واحدة على السريع اذا كان موجود صورة معرض الصور و بدي اشطبها بتدور على سلة المهملات او delete icon هاي موجودة الايقونة على كل البرامج و على كل الاجهزة بس تفتحها للمعرض تكبس delete وبطلب منك انه بدك تكانسل عملية الشطب ولا بدك تشطبها فبسحب للسهم لليمين وبقوله لا erase يعني اشطبها احذفها للصورة هسا في خيارات ثانية راح نحكي عنهم بالوضعية الاحترافية لبعدين لكن في خيار اخير بدنا نحكي عنه اللي هو المينيو اللي هي قائمة الاعدادات اللي موجودة بالكاميرا لحنا بدنا نبلش نغيرهم و نعدل عليهم حتى نرتاح باستخدامنا الكاميرا وهي راح نحكي عنهم بالفيديو الجاي اشتركوا في القناة